لم تعد مهارة التحليق حكرا على كابتن الطائرة تغيرت الحياة بكل جديد حقيقي وقعي كان خيالا أو حلما عند كبار مخترعي العالم لكن اليوم بإمكانك فعلا قيادة سيارة من البيت وتحليق بها من أي مكان ثم الهبوط في أي مكان آخر تختار وجهتك إليه وهذه قصة إيركار التي جربها مخترعها في رحلة بين مدينتين في سلوفاكيا لتحلق في أول مرة لها بنجاح لمدة 35 دقيقة في الجو يتم تشغيل إيركار بروتو تايب وون بمحرك بي أم دابليو بقوة 160 حصانا ويأتي مزودا بمروحة ثابتة يتحول من طائرة إلى مركبة برية في أقل من ثلاث دقائق أكملت السيارة الطائرة أكثر من أربعين ساعة من الرحلات التجريبية بما في ذلك الطيران على ارتفاع 8200 قدم والوصول إلى سرعة قسوة تبلغ 190 كم في الساعة قائد السيارة ستيفن كلاين وهو الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للسيارة الطائرة أما شريكه المؤسس أنتون زجاك فقد أعلنها بشكل رسمي أن الاختراع حول الخيال العلمي إلى حقيقة إذن لم تعد مهارة التحليق حكرا على كابتن الطائرة مما يفتح الباب أمام مستقبل سيغير وجه العالم وينهي عناء الحجوزات والتذاكر ويقرب المسافات بفترة زمنية أكبر ترجمة نانسي قنقر